اشتركوا في القناة مضوعا الكريم وهي ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بانذي ربهم بكل امر سلام سلامني حتى مطلع الفاجر فإن القرآن الكريم هو معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عما موضوعنا لهذا اليوم وهو ما هو سبب تكرار آية فبأي آلاء ربكما تكذبان واحد وثلاثين مرة في القرآن الكريم وخاصة في سورة الرحمن وهي عروس القرآن الكريم آية فبأي آلاء ربكما تكذبان تم تكرارها في سورة الرحمن واحدا وثلاثون مرة ولهذا التكرار سبب ومغزة فلا توجد آية في القرآن الكريم ليس لها غرض معين يريده الخالق من عباده ويوجد العديد من الآيات المكررة في القرآن الكريم ويكون العرض ويكون الغرض من ذلك تأكيد المعنى ولكن هذه الآية الأكثر تكرارا في سورة واحدة وهي سورة الرحمن أما ما الحكمة من تكرار آية فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الآية الكريمة تم تكرارها في سورة الرحمن كما ذكرنا واحدا وثلاثون مرة وهو ما يميز سورة الرحمن حيث أن سورة الرحمن تذكر المتذكر المؤمنين بنعم الله سبحانه وتعالى وبين كل نعمة وأخرى يتم ذكر آية فبأي آلاء ربكما تكذبان من أجل تأكيد المعنى والتذكير به وقد تم تكرارها مرات عديدة بسبب أن نعم الله علينا كثيرة ولا حصر لها ولأن عادة العرب قديما التكرار من أجل التوكيد فكان التكرار من أجل إقرار النعم والتذكير بكثرتها وبمدى عظمة الخالق ورحمته أما أسباب زول سورة الرحمن لكل آية من آيات الله سبحانه وتعالى سبب معين نزلت فيه أو هدف معين وصورة الرحمن في الصورة رقم 55 وأسباب زولها عديدة منها كان المشركون يتساءلون عن الرحمن وما هو الرحمن فنزلت سورة الرحمن من أجل الرضي على سؤالهم وتعريفهم كان المشرلكين يرددون أن القرآن الكريم من تأليف البشر وأن هناك من البشر من يعلمه لرسول عليه الصلاة والسلام فكان نزول سورة الرحمن تأكيد غير قابل للشك بأن القرآن الكريم منزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل من أسباب لزولة سورة الرحمن أن أبا بكر رضي الله عنه في مرة من المروات عندما تم ذكر يوم القيامة خاف من هول هذا اليوم حتى أنه قال أنه يتمنى لو كان خضراء تأكلها دم وهذا من كثرة ورعيه وخوفه من الله سبحانه وتعالى فنزلت الآية الكريمة ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم فضل سورة الرحمن لسورة الرحمن كثير من الفضائل والنعم منها تم بدء هذه الصورة بذكر اسم من أسماء الله الحسنة وهو الرحمن اسلوبها مميز في ذكر نعم الله عليها يوجد في هذه الصورة ترغيب للمؤمنين حتى تزيد تقواهم وترهيب للكافرين حتى يتراجعوا فقد تم ذكر بعض الأمور عن تعذيب الكافرين والمكذبين ولكن تم ذكر النعم التي سوف ينالها المؤمنين يوم القيامة بالتفصيل في هذه الصورة تحدي واضح للإنس والجن في أن يحاول تقذيب نعم الله فهي واضحة لا يمكن إنكارها قد عدد الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة الكثير من النعم التي أنعم بها علينا وأولها تعليم الإنسان القرآن الكريم أما بالنسبة لأنواع التكرار في القرآن الكريم يوجد نوعان من التكرار في القرآن الكريم وهما تكرار اللفظ والمعنى وفي هذا النوع من التكرار يتم تكرار اللفظ في أكثر من موضع في القرآن سواء في نفس الصورة أو في صورة مختلفة وتكون محتفظة بنفس المعنى ومن الممكن أن يكون التكرار موصول أو مفصول فالموصول عندما يحكم اللفظ في نفس الآية مثل قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكت دكت صدق الله العظيم والمفصول هو تكرار نفس الآية أكثر من مرة سواء في نفس الصورة أو في صورة الأخرى مثل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان أما تكرار المعنى دون اللفظ في بعض الحالات نجد أن المعنى واحد ولكن لم تم ذكره بألفاظ محتملة ولكن لتجميعها نفس الدلالة مثل عند ذكر القرآن في بعض الآيات فقد ذكر القرآن الكريم بأكثر من لفظ منها الفرقان والهدى وشفاء ونور ومن رغم من اختلاف اللفظ المعنى فالمعنى واحد أما بالنسبة للمراد من التنبيه في قوله تعالى فبأي آلاء ربكم وتكذبان في سورة الرحمن لاحظت ملاحظة جميلة وهي كالتالي ذكرت آية فبأي آلاء ربكم تكذبان في السورة مقرر 31 مرأة ومن الواضح فيها أن التنبيه تعود على الإنساء سوى الجن لكن السؤال هنا لماذا ذكرت أول آية فبأي آلاء ربكم تكذبان رقم 13 مع أن أول ذكر للإنسان والجن جاء بعدها مباشرة وليس قبلها وكان من المفترض أن يأتي قبلها أرجرا وشكرا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام الله مجال القرآن الكريم ربيع قلوبناها ولكن قبل أن نختم فإن الخطاب في الآية جاء بالصيغة التنبيه فحمله كثير من أهل العلم على خطاب التضمين خطاب الثقالين الإنس والجن معا وحمله بعضهم على خطاب الإنس فقط ولكنه جاء ما عرف عند العرب من خطاب الواحد بخطاب المثنى كما في قوله لبدء القيص وقول الشاعر فإن ترجاني بابن العفان أتزجر وإن تدعاني أحم أنفا ممنعا ويدل الترجيح لقول الأول دخول الثقالين في كلمة الآنام وتوجيه الخطاب إليه ما صريحا فيما سيأتي بقوله سيفرغ لكم أيها الثقالين سنفرغ لكم أيها الثقالين وقلوا يا معشر الجن والإنس في صورة الرحمن وقوله يرسل عليكم شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فقد جاء في تفسير طبري فإن قال لنا قائل وكيف قيل فبأي ألانكم وكنت كذبان فخاطب اثنين وإنما ذكر في أول كلام واحد وهو الإنسان قيل عاد بالخطاب في قوله فبأي ألا ربكم تكذبان إلى الإنسان إلى الإنسان والجان ويتدل على أن ذلك كذلك ما بعد هذا من الكلام وهو قوله خلق الإنسان من صلصال كالفجار وخلق الجان من مالج من نار وقد قيل إنما جعل الكلام خطابا للإثنين وقد ابتدأ الخبر عن واحد لما قد جرى من فعل العرب تفعل ذلك وهو أني خاطب الواحد بفعل الثنين فيقولون خلياها يا غلام وما أشبه ذلك مما قد بيناه من كتابنا هذا في غير موضع اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وذهاب همي وجلاء حزني يا رب العالمين حبيت أني أطلع معكم بهذا الفيديو لأنه في ناس كتير يسألوا لماذا نكرت فبأي يا ربكم في القرآن 31 مروا أكثر صورة في القرآن الكريم وصورة رحمن عروس القرآن نكرت فيها 31 مروا فبأي ألا ربكم وما هي الحكمة منها وكيفها نزلت أرجو أن يكون قد مفقت فيما تدرسناه في هذه الحلقة كان معكم أخوكم الأعلام الفلسطيني عباد زين أرجو أن تشتركوا في القناة ووضع اللايك لكي نصل إلى أكبر عدد ممكن من المعلومات الهامة بإذن الله تعالى ويصل إلى عدد أكبر من الناس جزاكم الله خيرا وكفاني وكفاكم شرى المرض والدين والأهوال اللهم لك الحمد كما يبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أصدعكم بالله الذي لا تضيع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة